مباراة غريبة وعجيبة وكانت صعبة جدا على نادي الاهل والحمد لله اصلا ان احنا طلعنا بالنتيجة دي ده تقريبا يا ملكباتن الملعب ده مبني على هياك العظمية نتيجة جيدة ولكن مش ممتازة في مباراة الاهل يوم مزنب في نص نهائي دور الابطال واللي انتهت سفر سفر رضا والله كنا نتمنى طبعا الاهل يخرج بنتيجة ايجابية ولكن الاجواء هناك كانت صعبة جدا الملعب حق دايق جدا والجماهين مفيش كورس فاضي زائد ان الارضية ترتان مش نجيل طبيعي وكمان محدش راح الملعب ده ورجع منه كسبان ابدا كله بيخسر يا ملكباتن والبطل قوي يخرج متعادك سحر بقى ولا شعوزها الله اعلم يا راجل ده اخر نادي مصر لعب هناك كان بيرامدز وشال 3-0 مفيش اي نادي مصر يسجل هناك ولو حتى هدف واحد الاهل طبعا كان بيدافع وبالعب على الترانزيشن التحولات طب يا ملكباتن الاهل ضيع فرص اه الاهل ضيع فرص فرصة زي بتاعت ريد اسليم مثلا في الشوت الاول وفرصة كهرباء وطاهر في الشوت التاني فانو نتيجة كويسة في ظل ظروف الصعبة اللي الاهل عاشها دي وفي ظل كمان الغيابات اللي بيعاني منها الاهل ركز بقى معايا في اللي جاي ده ويا ريت الناس ما تزعلش الاهل وكلر محتاجين تفويقه محتاجين صفقات وغير الصفقات محتاجين تطوير كمان على اللاعبه اللي موجوده سوق نهاء عند معظم اللاعبين وحش قوي انت المفروض الفرصة اللي اجيلك تخلصها تنهيها كمان التصوير كان سيئ جدا تحس ان التصوير الموبايل افضل منه بكتير طب لو في لعب واقع مسلا في منطقة الجزاء ولا في شك في كورة ولا حاجة انا مش عارف الفر اصلا كان اشوفها ازاي وهنا بدأ تسأل نفسي هل ده متعمد ولا لأ والمسؤول هنا عن الموضوع ده هو الاتحاد الافريقي لانه وافق على لعب المباراة في الملعب ده انتهت مباراة ذهاب نصف نهاء دوري ابطال افريقيا بين الاهلي ومزنبي سفر سفر ولم تحسم الامور منتظرين الحسم ان شاء الله في القاهرة ونتمنى وجود كامل لجماهير النادي الاحلي فتتوقع بركبات ان الاهلي ممكن يعملها ويفوز بالنسخة دي من دوري ابطال افريقيا ولا صعبة